حضرات السادة المشاهدين وصل لنا دلوقتي خبر عاجل من المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية وباسم رئاسة الجمهورية المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي يكرم صباح اليوم بقصر الاتحادية اللاعبين واللاعبات والمدربين أيضا المحققين للميداليات في دورة الألعاب الباراليمبية توكيو 2020 رئيس النهاردة هيكرم في أصل الاتحادية المدربين واللاعبين واللاعبات اللي خدوا مداليات في الباراليمبكس الأولمبياد الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة اللي أقيمت في توكيو بعد الأولمبياد الرئيس كرم اللاعبين واللاعبات والمدربين الحاصلين في الأولمبياد ودلوقتي دور الباراليمبكس الناس اللي خدت مداليات احنا تقريبا خدنا سبع مداليات باراليمبية خمسة فضة واثنين برونز مجموعة سبعة عندنا أبطال مصريين بنوجه لهم كل التحية بنوجه الشكر لرئاسة الجمهورية على اهتمامها بالألعاب الرياضية عموما وبالباراليمبيكس تحديدا لأن ليهم دور كبير جدا جدا في نشر ثقافة الرياضة في مصر ده حقيقة نتمنى لهم كل التوفيق في اللي جاي و ألف ألف مبروك على ميدالياتكم شرفتونا وفي الحقيقة أنتم أبطال مجهود وفاعل وقدتونا الهام كبير قوي عشان كل واحد يخلص فعلا في عمل ويحقق نجاح كبير